مرحبا بكم ورجعنا لكم بوصفة جديدة ان شاء الله تكونوا بخير اتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ملح كل لتر ماء خمسين جرام ملح خمسة كوب ماء ربع كوب ملح نوضع دجاج لمدة نصف ساعة اكتر شي ساعة نعمل الرز تبع الحشوة نوضع قليل من الزيت نصف بصلة نترك البصلة حتى تتبل الرز 2 كوب ونقلب قليل الف الأسود معلقة صغيرة وملح معلقة صغيرة توصوص الأرز نصف عيار الماء الكوب الأرز محتاج 2 كوب ماء نحن نوضع فقط لكل كوب أرز كوب ماء لأنه حيكمل استوى مع الدجاج 2 كوب أرز 2 كوب ماء كوب أرز كوب ماء نقلب قليل وعند الغليان نغلق الوعاء ننتظر حتى يجف الماء تقريباً نصف استوى أو ثلاثين استوى هيك صار تقريباً أقل من ساعة قليل نحشي الدجاج بالأرز طبعاً تتبيلة الأرز اختيارة أنتو تختاروا تتبيلة اللي أنتو تحبوها ممكن توضعوا أي نوع من التوابل نضع الأرز في داخل الدجاج وتحت الجلد نعمل للجنب السقوب حتى نربط الجاج ببعضه مثل ما انتو شايفين المنطقة هذه نوعاً ما قوية مثل ما انتو شايفين نعمل السقوب ونوضع الورق الفرخة في السقوب الثانية نفس الشي المنطقة هذه كتير قوية وممتازة نعمل السقوب بالسكين نوضع الورق الثاني هيك الفرخة مربطة هذه أفضل طريقة لتربية الفرخة هيك جاهزة نحن ممكن نستخدم الكيس الحراري وممكن نستخدم بسطونية نفسها أنا هعمل الطريقتين هعمل بكيس الحراري هعمل بدون كيس حراري بنتبل الفرخة طبعاً توابل الفراخ موجود رابط الفيديو في صندوق الوصف إذا أنتم محتاجين تعرفوا توابل المكونات أو إذا كانت توفر في السوق جاهز أنتم حسب زوكو تبقلنا الفراخ ووضعناها في صندوق الحراري ومنعمل السقوب ونوضع ماء سخن بالوعاء نوضحها في الفرن على حرارة 200 درجة مئوية ونفس الشيء نوضع ماء ساخن بالوعاء نوضحها بالفرن حرارة الفرن 200 درجة حسب نوع الفرن إذا كان ضعيف أو حسب نوع الفرن نوضع الوعاء في الرف أو الرف من الأسفل ونخلي مسافة على الحرارة ما نوضع الفراخ على الحرارة مباشرة هي أكثر جاهز وزن الفرخة أخذ تقريبا ساعة إذا وزن فرخة كيلو يأخذ ساعة إذا وزن فرخة كيلو نص ساعة ونص 2 كيلو ساعتين لكل 100 جرام 6 دقائق كل 100 جرام من وزن الفرخة 6 دقائق وهيك الكيس الحرارة نفس الشي وأنا شايفت تقريبا نفس النتيجة الاثنين طالما الفرن محكم الإغلاق تقريبا نفس النتيجة الاثنين بس حبيت أعمال طرقتين وهذه هيك من الداخل الملح له عامل رئيس الملح بالدجاج بيحتفظ السوائل داخل الدجاج في أمان الله اشتركوا بالقناة شكرا لكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر